السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل متابعين مطبخ ننا معاكم ننا الحجيري النهاردة ان شاء الله هقدم لكم وصفة شهية ولزيزة وخفيفة واقتصادية اتطلبت مني كتير وهي كيك اليومي او كيك بالزبادي كيك الياغورت قد ايه هي شهية وقد ايه طرية وصفنجية وبتدوب دوب في الاكل وانت اكتكليها فعلا تستهل التجربة وتستهل انك تجرب بيها وقبل كل شيء اقتصادية جدا جدا مش مكلفة ابدا ده شكلها النهائي طرية جدا وبجد حقيقي مع كوباية شاي هي كيك صباحية للفطار او كمال العشا وتقدميها ريديوفك شايفة شكلها اسفنجية جدا وكل ده ببتين فقط يا ربي بس ان شاء الله تعجبكم وتقرولي في الكومنتات رأيكم نبدأ بسم الله المعدير وطريقة التحضير انا معايا هنا بسم الله كوباية تين من دقيق مهمودية ربع shredded او الكربوناتو وطبعا باكت بيكنج باودر ومعايا فانيليا وقبة ونص من السكر العادي ونص كوباية من الزيت ونص كوباية من المياه الدافئة وطبعا الياغولت او بيدي. واتنين بيضة. ومعايا خل. وهعمل الكيك النهاردة بتاعتي بطريقة سهلة وبسيطة في الخلاط. جبت الخلاط بتاعي وحبدأ ان انا اشتغل فيه. بحط معلقة صغيرة من الخل على البيض. وبحطه في درق الخلاط. وحنزل عليه بنص كوباية من الزيت. وحضف له نص كوباية من المياه الدفية. وهحط هنا معاهم رشا من الفانيليا. وكوباية ونص من السكر الخشن. السكر العادي. الحبيبات. وهحط كوباية صغيرة من الزبادي. علبة الزبادي او غورت. وحبدأ ان انا اخلط الخليط بتاعي في الخلاط لمدة دقيقة او دقيقتين لحد ما بقى بالشكل ده. اخلطيه كويس جدا. لان الخليط ده لما بتخلطيه كويس قوي قوي. هو ده اللي بيساعد على علو الكيك بتاعك وبتبقى هشة جدا طبعا باضافة الزبادي. هو اللي بيخلي الكيك بتاعي هشة وبتضوب جدا في الفم وانتج تكليها. طرية قوي 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 وجميلة جدا. هنا ضفت المواد الجافة على بعض الدقيق. طبعا نحط على دقيق رشة ملح زي ما تعودنا دايما. دي ما بننسهاش. واضافة البيكنج سودا والبيكنج بودر. وبقلبهم شوية بشوية كده عشان ما اخرجش الهواء اللي دخل اثناء الخلط البيض مع المكونات الاولى في الخلط. وطبعا الخل بيكسر زفارة البيض وبيساعد على هششة برضو الكيك وهو اللي بيساعد على نفسها انها تبقى عالية جدا كأنك عملاها باكتر من بيتين. طبعا انا مسخانة الفرن بتاعتي. وانا ببدأ ان انا اشتغل في الخليط ببقى مولع الفرن. جبت القلب اللي هسوي فيه ايا كان مدور مستطيل على حسب ما انت حابة بتدهينيه دهنة سمنة او زبدة وبترشيه بتعفاريه برشة دقيقة. حابة تحطي التبطينة دي تبديليها بورق زبدة اوكي ما فيش مشكلة. بس انا ببسطي الامور لللي مش موجودة عندها ورق الزبدة. دخلت الكيك بتاعي على الرف الوسطاني على الشبكة. ما بفتحش الفرن عليها قبل مرور اول تلت ساعة علشان ما تهبطش منك ودي تكة مهمة جدا في تسويت الكيك وضمان انها تخرج معاكي عالية. حطيت الخلة بتاعتي التوسبكسة دي. اول ما خرجت معايا نضيفها كده بط في الفرن وبواربها واسيبها تهدى جوه الفرن لمدة عشر دقايق. ما بخرجهاش على طول علشان برضو مع تغيير الجو من صخت. الجو عادي بتاع المطبخ ممكن تهبط مني. لان انا مش عاملها بكمية بيت كتيرة تساعد على نفاشانها. خدي بالك من التكات دي معايا. لضمان علو الكيك بتاعتك وتخرج عالية بالطريقة دي. وهشة وما تهبطش منك. عشان جالي السؤال ده. ان الكيك بتبقى عالية في الفرن ومجرد ما بخرجها من الفرن بتهبط. تمام? اسرار من اسرار نجاح الكيك بقول هالك وانا شغالة معاكي. علشان كده بقولك لازم تثبتي كل حاجة علشان تخرج معاكي هشة وطرية وعالية في نفس الوقت. ده شكلها وبقطحة قدامك. ما بتقطعيش الكيك الا بعد ما طب رد نهائي. يعني بعد ما تعود كده بره لمدة نص ساعة او ساعة. تبدأ تقطعيه عشان ما تفرفتش منك. ده شكلها النهائي ويا رب النهاردة الوصفة تكون سهلة وبسيطة واقتصادية. ويا ريت الاول مرة يشرفني في القناة ما ينسانيش بالاشتراك مع تفعيل الجرس. ويا ريت يا جماعة اللايك للفيديو لو عجبكم. وجربوا الكيك وقلولي في الكومنتات رأيكم. هي سهلة وبسيطة وطرية جدا جدا وحتعجب الولاد. ادي شكلها لما قطعت قطعة بالشوكة. جميلة جدا. يا رب النهاردة اكون قدرت اقافتكم. صحتين وهنا على قلوبكم يا رب. كانت معكم نونال حجير. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة